أنت من اللي دخلك البرنامج جنت؟ أنا؟ كنت مار مع الباب قالوا في تقديم، اندخلت آآ، هليتني في اللجنة كان أدخلك أول واحد تركي مشبب؟ روح أنا بس ألك سؤال أرجع مكانك أنا بس ألك سؤال وانت تشتغل عشان ما تكون عبدالله شغني وانت تشتغل بس ألك سؤال وانت تشتغل عبدالله كهين خلاكينا، خلاكينا، تركي كم عمرك تركي الآن؟ تقدر تصريح؟ كم؟ خمسة وعشرين خمسة وعشرين تركي؟ خمسة وعشرين خمسة وعشرين تركي؟ أخي لا تركي؟ تركي؟ تركي مشبب؟ تركي مشبب؟ على الهواء مباشرة يشوفها الملايين لا يا باب يشوفها الملايين صحيح، هاااااااااااااااااااااااا عمرك الكامي تركي شوف Labv صحي przew أرجوك يا تركي تأمل تركي وهو في هذا السن يعني ست سنوات عمرك؟ أكيد ست سنوات الصورة هذه طبعا أنا أمتكد ما أطلعها لأخوي حمود أخوي حمود أكبر أخواني هو الوحيد اللي مع هذا الصور وأنا مأمنها ما يطلع بس طلعها طلعا يسامحها أكي شوف أداني يولد يسمونك أبو أداني وقتها؟ أبو أداني وبو جبها كلها أبو جبها وبو أداني ها؟ كلها فيه بس بس تحس فيه علامات جمال عندك تبارك الله وين؟ أحلى جمال وينش العيون ما شاء الله العيون بس ليش ليش اختالت؟ تحس تختالفت عيونك الكبارت؟ ولا هي نفسها؟ لا نفسها نفسها طيب خطاب نفسي خطاب نفسي وش تقول تركي؟ أقول تركي كافح واجتهد لا وجه كلامك لتركي تركي مش حد توجه كلامك لتركي مش تقول تركي مر بضلوف صعبة عرفها أنا شو رأيك؟ شفت أنت؟ لكنها عداها ومريت بضروف الجدائي ومتوسط والثانوي لين تخرجت حتى وكملت الدراسة لين وصلت لزيد رصيدك؟ ترى قبل زيد رصيدك مردون ومريت بضروف صعبة ما أعلم بأن الله لكن التركي كافح و الله يعطيه مطلوبة بإذن الله طيب قبل ما ننتقل للصورة الثانية بعد هي صورة ثانية؟ أبغاك يا تركي لا تعطوني الصورة الثانية شباب نتظروا تركي كان يسمع من كلامك يا تركي في ألم في ضيم وأنا شوفه طبيعي أنه الإنسان يمر بضربات بحفر بمواقف صعبة مؤلمة أحيانا هم لكن المتأكدين أنه بعد الهم فرج وبعد العسر يسرى ما مرت فيها يا تركي؟ أصعب شيء يمر عليك في حياتك وشو؟ الدراسة في البدايات دراسة كان أخواني الكبار حمود الله يطول عمره ناصر كان خارج المحافظة وهم في المحافظة وين بالضبط؟ وين درست؟ دراسة الوادي فادي الدواسر أخواني كان في الرياض كلهم اثنين وش اسم المدرسة التي درست فيها؟ أحمد بن حنبان الابتدائي كامل الابتدائي درست هناك؟ كامل الابتدائي متوسط يا سلام ولما كنت في الابتدائي كان أبو يمتوفي الله يرحمنا ما شفت الله يغفر الله جعلها في الجنة أن طلعت على الحياة و لم يرى الوالد نعم أصر الله أن يغفر الله يرحمنا فرصة عظيمة أن الناس تدعي لوالدك بالرحم الله يرحمه يغفر الله قل يالله أن الله يجعلها في الجنة اللهم أمين و أن الله يبرد على الأقل و أن الله يجعلها في ذو سلاع يرحمه سلمت كانت صعبة كان أكبر مني أخي ينفرج في طول عمره كان ملا في المدرسة لا يمديه حتى كان أذكر موقف ذكرت هنا السابقة كان يوم حضور الأباء شفت أنت في المدرسة قالوا بكرة ما يجيب علي أمره يجيب علي كان أخواني الكبار برّ المحاط يجيب عليهم يجيب عليهم فجاني مدير مدرسة اسمه ابن صلى الله الله يتكلم خير كلم معه أخوه وأنا جالس فجاني أرى بعض المدرسين يكون قدوة شفت أنت فجاني قال أبوك علمته وكان ما يعرفني والله أني ناسي يصط لحيد وذكرته وخابري كنت أبوي متوفي الله يرحل له وأخواني خارج المحاطة طبعا أنا كنت قرين من مدرسة وعماني كمهم بحولي فهمت سنقول ما في أحد ينوب عن والدك عشاء الله يغفر له يروح معك المدرسة في ذاك اليوم نعم فرحت قال اسمع أعطني كلمة ما أنساها اليوم كذلك ذكرتها قبل قال تركي أنت قدر تصنع نفسك الله الله أتمنت في حاجة تحت هذه سنة الحياة أنا أبوي حتى أنا متوفي يقول له أميدي قلوا أبوي حتى أنا متوفي يواسيك يواسيني لكن قال أبوي متوفي حتى أنا هذه سنة الحياة لا تلقى يمكن أن تلقى باظة لكلهم كلهم رايحين و عيالهم يأخذون أبوي و يروحون فأنت أصنع نفسك و نفسك و أبد من اليوم و خليك كوي و لا تعتمد هذه هي كلمة عرفتها منها قال لا تعتمد على حتى اعتمد على نفسك و أصنع نفسك و حاول أن تطرع بين أعطني هكذا بلغة الباظة و أطرع بين الريجيل و نفسك لا تحتاج أن أحد ينزل كان يوم الأب المفترض يكون مفرح للطلاب أنت بالنسبة لك كان مؤلم ما هم ألم ولا هم ألم يعني أكيد أنك تمنيت في هذه اللحظة أن والدك كان معك في هذه اللحظة أنك تشوف الطلاب مع أب أبي نعم كنت تتمنى أبوي لكن هذه نصيحة اللي والده حيين خصوص الأبو لا وصاك أبوك ولا قال أبوك شيء ولا والديك بريهم أجلس معهم ترك أم واحد أبوه متوفي و كان يتمنى أن يكون مع أبوه أنا أبوي كان عندها بلون مضطي والله أني كنت أتمنى أن ينح حي و أبلها موجودة بسم الله ما ينشد منها شفت أنت؟ لكن اللي والديه حيين نصيحة نصيحة أخو إذا أبوك حي و عايش ترث أبوك اجلس مع أبوك اجلس مع أمك تراهم رائحين والله أبعد حيانا أنا لأجيت عند أمي أقوم مغربة أنا محط وقت لأمي والله يا جوال أني مفتح بعد المغرب أنا تتهمني هذه النقطة بعد المغرب دائما جلوسك مع الوالدة كل يوم وهي خابرة كل يوم أجي أتكين إياها أطفي جوال والله أني مفتح فقتها؟ احترام الأمي فقتها؟ أكيد لو في فرصة في هذا البرنامج أول أيام القادمة أنا أمي خلت محلوبوي فعامت؟ كان عايشة و ما أقول لك كان محتوي على البيت و عايشة الدور جعله بالله بعمري الله يطول بني شايف العيون تغرغر يا أبو يا أبو مشبب الله يطول لكن ما مات من خلف جعلني بدأك شوف الشاشة و قرر رسالة هذه بصوت عالي لو سمعت رسالة من أحد غالي عليك شخص يحبك جدا الله يطول أمي شخص يتمنىك يقرر بصوت عالي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى ابني الغالي تركي مشبب أهدي لك تحياتي وسلامي ثقة ثق تماما بأن هناك قلب أم تدعو لك و تتمنى لك كل خير ابني الغالي حديثك حكمة صمتك تأمل و حضورك مشرف و كنت و لا تزال الشاب الطموح المثابر رغم كل الظروف حافظك الله و جعلك مباركة و كنت و أسأل الله أن يكل يكل المساعيك يكل المساعيك بالفوز و النجاح و الفلاح والدي تركي مشبب الله يطول عمرها كان تركي ناجح في هذا من فضلها و ياما تعبت عليه و ياما أشهرت و ياما لو جاهم يجا هذا كل يوم ترحنا عمد الساعة أحد الله يطول عمرها و إن شاء الله أن يجملها و أفرحها بالفوز بإذن الله الله يحفظ لك الوالد يا رب العالمين و يرزقك بالرهاب أنا متأكد أنها فخورة الآن فيك و هي تتابعك في البرنامج و هذا يكفي أم تركي أنها ترفع راسها بهذا البطل للجميع يحبك و الجميع يتمنى لك الفوز و النجاح كل التوفيق لك يا تركي مشاعر جميلة أتمنى أنها وصلت من تركي لكل شخص لا نقول عاق في والديه لكن أحيانا ترى استيعاب بعض الشباب ترى بطيء شوي مهم مش توعب أن أبوه اللي موجود على قيد الحياة نعمة عظيمة كنت مع واحد من العياد يدق عليه أبوه يوصيه قال يبا أنا رايح لنا كنا رايح لنا كنا رايح للإستراحة و نحاضر العين برات النصر قال له لا قال وص شف فلان أخوه الي أصار منه عنح عندك إذا بيروح ألا رح يمسك ألا قلت والله أنا حلف ألا صدق والله أبني محلك نروح الله والله ما خليه يعتاز أخي يصير وأنا موجود صدق أنا أبوك لا أمرك أنت حسيت أنها فرصة لكن هو وغيره ما يشعر أنها فرصة يا رجل يا أخي بعض الناس يقهرونك صدق 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 لكن قول يا الله أن الله يعوضك بشوفه تبوك في الجنة ويرزقكم وكلكم الجنة بقى عشر دقائق تركي شد حيلك عشر دقائق عشر دقائق عشر دقائق عبدالله ضايع يا جماعة الزهراني ضايع شغل الفرن يا ولد الزهراني ضايع شغل الفرن شغل الفرن شغل الفرن عبدالله شغل الفرن تأخذ الأقاطات